نبدأ بقى المعجزة ونشوف المكان واستاذنا حديك يعني تشرح لنا بالتفصيل كمان شكل المكان بالصور عشان نبقى يعني ايه عايشين الحلث مع حضرتك بالنسبة لتفتيح أعين المولود أعمى اللي غسل عينيه في بركة سلوام معانا الصور من واحد إلى تسعة فمنطقة سلوام بتقعم جنب جبر سهيون ووادي قدرون ما بين جبر سهيون ووادي قدرون بركة سلوام بتقع فمعانا الصورة رقم واحد اللوحة اللي بتبين احنا احنا في تجاه سلوام وبعد كده بناخد الطريق لبركة سلوام مكان المولود أعمى مغسل عينيه وفتح واحنا ماشيين كده بالصور الطريق قدامنا لبركة سلوام هنلاقي في الصورة دي عليمنا واحنا ماشيين من فوق ده قمة جبل سهيون ودي الكنيسة اللي موجودة على جبل سهيون اسمها كنيسة سهيحة ديك المكان اللي هو قيافة رئيس الكهنة لما كان قبضوا على سيد المسيح وبطرس كان موجود أنكروا وأنكر والديك صاح أنكر ثلاث مرات والديك صاح فالكنيسة دي مقامة على جبل سهيون ودي بنشوفها بنلمح كده جزء منها وإحنا في طريقنا إلى بركة سلوام ودي اسمها كنيسة سياح الديك كنيسة سياح الديك المكان اللي بطرس فيه أنكر والديك صاح طبعا فيها تفاصيل كتير جدا عاملين نموذج مجسم لبطرس والجارية موجودة والجنود الرومان والديك فوق بيصيح وهي بيت أو دار القيافة رئيس الكهنة وفيها المحبس اللي اتحبس فيه رب المجد يسوع من الخميس بالليل مساء لغاية الجمعة الصبح وأحصية مع الأسمة النبوة أحصية مع الأسمة فعلا بات مع المجرمين في المحبس لغاية الجمعة الصبح لما قيافة بعته لبلاطس البنت في دار الولاية نكمل في الطريق في طريقنا لبيركة سلوام الصور اللي بعد كده قدامنا على الشمال هيبقى مدخل لبيركة سلوام وبركة سلوام هنا منقسمة إلى جزئين حاليا جزء إسلامي وجزء يهودي لما نكمل بالصور ونشوف الجزء الإسلامي اللي هو من البيتات الصور 6 و 7 و 8 احنا كده في مدخل البيتات اهو هندخل نكمل بقى الصور ده كده بيركة سلوام مواقف إسلامي ده الجزء الإسلامي من البيتات ودي المية اللي فيها المولود أعمى غسل عينيه وفتح بعد ما السيد المسيح قال له اذهب واغتسل وانيت فتح الصورة اللي بعد كده بتبين جانب آخر من بيركة سلوام اللي هو الجانب اليهودي اللي هي الصورة رقم 9 يعني كده فيه جزء تابع للوقف الإسلامي وجزء تابع لليهود والاتنين على خط واحد الاتنين على لاين واحد فيه حاجز بينهم كده صغير بيفصل ما بين ده وده الغريب أنه مش تابع وقف مسيحي لا لكن هو مزار هو مزار للكل الكل بيزور لكن فيه مقدسات كتيرة بتبقى وقف إسلامي زي مثلا على جبل جبل الزيتون صخرة الصعود صخرة الصعود داخل مسجد الزاوية الأسعادية أكبر مسجد صوفي في وزارة الأقفة الفلسطينية جوه منه صخرة الصعود مبنى عليها كنيسة صغيرة جوه المسجد جاه ده وقف إسلامي لكن متاح للمسيحيين يزوروا ويحتفلوا بعشية عيد الصعود وعيد الصعود الخميس الصبح يدخلوا يحتفلوا ويمشوا نشوف بعد كده الصور الباقي دي كده لا خلاص كده دي كده منطقة أو معجزة تفتيح أعين المولود أعمى وهنا السيد المسيح يقول في يحنى المعجز دي في يحنى تسعة ما دمت في العالم فأنا نور العالم صحيح هنا المعجزة مش بسي إن هو شاف فتح عينيه وشاف النور المادي اللي بعد كده هينطفق لا ده هو نور له قلبه صحيح بصيرة عشان كده المسيح يقول في يحنى تسعة ذكر فيها المعجزة دي ما دمت في العالم فأنا نور العالم المسيح نور له قلبه صحيح اللي يقوده إلى الحياة الأبدية صحيح ناخد بعد كده المعجزة اللي بعد كده هنروح فين هنروح للضفة الغربية الدفة الغربية بينها وبين القدس 10 كيلو 10 كيلو بس 10 كيلو دفة الغربية كبيرة لكن أنا أقصد في الدفة الغربية اللي هي بيت عنية بيت عنية اللي هي بيتني اللي هي حالياً مسمينها العزرية فمنطقة العزرية أو بيت عنية اللي هي شر جبل الزيتون جبل الزيتون في أقصى القدس الشرقية آخر حاجة في القدس الشرقية ورا منه الجدار العازل بعد منه بتبقى بيت عانية اللي هي فيها قبر العازر الصور من 10 ل13 بنشوف الصورة رقم 10 ده منظر علوي من فوق عمارة كده جنب قبر العازر بين فيها بيت العازر والقبر اللي الدفن فيه العازر والمكان ده اللي كان السيد المسيح دايما يخلص خدمته في قرشاليم طول اليوم وبعد كده يعدي الناحة التانية من جبل الزيتون ويبات عند العازر ومريم ومارسة لأن طبعا اليهود كانوا بيخططوا القتله ولسه وقته موته مجاش فكان ما كانش يبات في قرشاليم يروح يبات في المكان ده البيت جنب القبر؟ البيت جنب القبر والبيت جد رأت حاليا كنيسة للاتين الكاتوليك كنيسة العازر مملوكة للاتين الكاتوليك والقبر جنب البيت ملاصقين لبعض في المنطقة دي فدي المنظر العلوي لما ننزل بقى الصورة اللي بعدها اللوحة ايه؟ بتبين لنا المدخل لقبر العازر الباب الصغير على يمين الصورة ده مدخل قبر العازر نكمل الصور هننزل بقى من السلم طبعا هي السلم لفف كتير بس احنا بنختصر الصور لغاية لما نوصل لمكان هنا القبر اللي مدفور فيه يعني بنلفت نظر الناس لحاجة ان المكان نفسه اصلا منحضر لتحت منحضر لتحت وبيلف يعني الموضوع كمان حتى واحد لما يجي يفكر يخص ممكن يحس باختناء لان المكان صغار جدا وضيق يعني تمام تمام ده كده قبر العازر وطبعا مذكور في يحنى 11 احنا قلنا المولود اعمى يحنى 9 ولعازر يحنى 11 ورب المجد يسوع يقول انا هو القيامة والحياة من امن بي ولو مات فسيحيا فهنا القيامة المعجزة القيامة مش بس اقامة جسد لعازر لكن اقامته روحيا لكي يارس الحياة الابدية فنلاقي في يحنى 9 السيد المسيح هو نور العالم في يحنى 11 السيد المسيح انا هو القيامة والحياة ما بين اصحاح التاسع والاصحاح الحداشر اصحاح العاشر شخص السيد المسيح وهنا جمال انجيل معلمنا يحنى الحبيب لما يقول في يحنى 10 انا هو الباب اندخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا صحيح في صور تاني لابد العازر اوضح شوية ولا هي دي كل الصور لا حاولنا نختصر وفي صور كتير بس عشان لدي الوقت حاولنا نختصر في الصور ده كده ايه معجستين كده هنروح فين بعد كده هنسافر بقى مسافة اطول في الضفة الغربية احنا طبعا بيتعاني اللي عدت قبل العازر كانت في الضفة الغربية مازلنا في الضفة الغربية هنروح بقى ناحية السامرة شمالا اللي هي حاليا اسمها نابلس بتبعد عن قرشاليم 90 كم شمال شرق فاللوحة التوضحية قدامنا ايه دخلنا احنا كده الضفة الغربية اللوحة بتوضح لنا بتبقى دايما مكتوبة باللغة بالعبرية والانجليزية والعربية نكمل بقى في الصور اللي بعد كده من 15 الى اخره نشوف الطريق اللي يودينا شمالا الى نابلس الى السامرة حيث معجزة توبة اهل السامرة المدخل اهول مدينة نابلس والجبال بينا قدامنا جبل في الوش قدامنا المباني وبعد كده هندخل على الدير المقام دير للروم الارثوزوكس دير يوناني اشتركوا في القناة